السلام عليكم اخوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربة قبل ما نتكلم عن موضوع اليوم حابين نرجعوا الى خبر من قبل سكاي سبور البريطانية اللي تكلمت انه ما زالت محادثات بين اه ادارة ويست هام وادارة بريندفورد وتم اتفاق مبدئيا على قيمة التحويل اللي هي 30 مليون جنيه سرليني حسب ما ذكرتها سكاي سبور نيوز سابقا. اذا القيمة المالية متفاقة عليها بقت فقط بعض الشروط الشخصية الممكن ربما تكون راتب اللاعب ولا بعض التفاصيل ولا ممكن من بعض الحوافز بعض الا اضافات لمزلت اه قيدة دراسة وان شاء الله نتمنى التوفيق لسعيد بن رحمة وان شاء الله نشوفوه في نادي اه واسها. اه موضوع اليوم حابين نتكلموا على اه منافس المنتخب الوطني والا وهو منتخب المكسيك. منتخب المكسيك منتخب اه يمثل منطقة الكونكا كاف. منتخب اه عنده لعبين بارزين في اوروبا. منتخب لباس به. لكن حبينا نرجعه اللي الى اه من بعد يعني والله في وقت كأس العالم الى غاية الان المقابلات اللي جراها اه هذا المنتخب وعدد مقابلات الانتصارات الفوز والخسارة الى اخره الى اخره. اول شي نبدو منذ كأس العالم. المكسيك شاركت في كأس العالم الفين وثمنطعش خرجت من الدور الثاني. فازت في مقابلة المانيا واحد سفر مقابلات الافتتاح وهذه ربما اه كان في الفين وثمنطعش اعتبرناها هي مقابلة تعال مفاجئات بطل العالم الفين وربعطعش ينهزم ضد المكسيك. من بعدها اه انتصرت على كوريا الجنوبية اثنين واحد وكوريا الجنوبية اللي احنا انفزنا عليها في الفين وربعطعش باربعة مقابل واحد. انهزمت مع اه ضد السويد ثلاثة سفر نتيجة ثقيلة ربما ربما يعني نتيجة ثقيلة. في الدور الثاني اقسرت من البرازيل بهدفين لسفر. بتاريخ ثلاثة وعشرين مارس الفين وتسعة عشر لعبة لعبة المكسيك ضد الشيلي. ربما انا كنا نعتبر الشيلي فريق منتخب لباس بيهو قوي نوعا ما. اه فازت عليه ثلاثة واحد. والتصنيف الشيلي هو سبعة عشر حاليا سبعة عشر. بتاريخ سبعة وشرين مارس الفين وتسعة عشر فازت على الباراقواي بنتيجة اربعة مقابل اثنين وترتيب الباراقواي هو اربعين اي بعد منتخبنا الوطني لباراقواي بعدنا حاليا. بتاريخ ستة جوان الفين وتسعة عشر فازت على فنزويلا الثلاثية مقابل هدف وترتيب فنزويلا هو خمسة عشرين يعني في ترتيب الفيفا يعني ترتيب مقبول جدا. بتاريخ عشر جوان 2019 فازت على الإكوادور ثلاثية مقابل هدفين وترتيب الإكوادور هو 64 في إطار مشاركتها في الكأس الذهبية الـ Gold Cup في دور المجموعات بتاريخ 16 جوان 2019 فازت على كوبا 7-0 وكوبا ترتيبها في الفيفا 179 بتاريخ 20 جوان 2019 دائما في الكأس الذهبية المكسيك تفوز على كندا 3-1 وكندا ترتيبها في الفيفا 73 بتاريخ 24 جوان 2019 دائما في الكأس الذهبية دور المجموعات فازت على مارتينيك اسم عمليح مارتينيك هذه مارتينيك لو أعلم تابعة محتلة فرنسيا هذه المنطقة هذه 3-2 مع علم أن مارتينيك هذه لا توجد في الفيفا تصنيف الفيفا ما تلقاوش ترتيب الفيفا ما تلقاوش هذه مارتينيك لاني موجودة في ترتيب الفيفا بتاريخ 30 جوان 2019 في الدور الربع النهائي فازت على كوستاريكا بضربات الجزاء 5-4 بعد ما كانوا متعدلين 1-1 وكوستاريكا ترتيبها في الفيفا 46 بتاريخ 30 جوان 2019 في الدور النصف النهائي فازت على هايتي وهايتي الترتيبها في الفيفا 86 بتاريخ 8 جوان 2019 في النهائي فازت على الولايات المتحدة 1-0 والولايات المتحدة ترتيبها في الفيفا 23 7 سبتمبر 2019 فازت على الولايات المتحدة 3-0 مقابلة هذي وده بتاريخ 11 سبتمبر 2019 انهزمت بنتيجة ثقيلة نوعا ما 4 مقابل 0 ضد الارجنتين الارجنتين معروفة ترتيبها في الفيفا جيد جدا هو التاسع بتاريخ 3 اكتوبر 2019 فازت على ترينداد وطوباغو 2-0 ترينداد وطوباغو ترتيبها في الفيفا 104 بتاريخ 12 اكتوبر 2019 اقامة بطولة الكونكا كاف بالنقاط لا ليغ هذه تاريخ كونكا كاف بطولة لا ليغ بالنقاط فازت في المقابلة الاولى ضد برميدس 5-1 وترتيبها في الفيفا هذه برميدس 168 بتاريخ 16 اكتوبر 2019 دايما في نفس البطولة الكونكا كاف هذه تاريخ فازت على باناما 3-1 بترتيب باناما في الفيفا 81 بتاريخ 16 نوفمبر 2019 مقابلة العودة نفس البطولة فازت على باناما 3-0 او ثلاثية مقابل سفر بتاريخ 20 نوفمبر 2019 مقابلة العودة ايضا بنمس البطولة فازت على برميدس 2-1 مقابلة ودية ضد جواتيمالا بتاريخ 1 اكتوبر 2020 فازت بثلاثية مقابل سفر وترتيب جواتيمالا 130 بتاريخ 7 اكتوبر 2020 فازت على هولندا في مقابلة ودية 1-0 وهولندا ترتيبها 13 رفا يعني هولندا منتخب محترم هولندا منتخب قوي الشي الاخر المكسيك منذ 2019 بدنا نحسبوه من 2019 من 2018 ما بدناش نحسبوه بدنا نحسبوه من 2019 منذ 2019 لعبة 19 مقابلة وليس كما يظن البعض عرب لعبة 30 مقابلة ولا 20 مقابلة 25 مقابلة وفازت في 23 كياش منها اخبار مخطئة ولا ما نشعر بني جابوا المعلومة المكسيك منذ 2019 لعبة 19 مقابلة فازت في 18 وخسرت مقابلة واحدة الهوية مقابلة الارجنتين رباعية مقابل سفر احنا كنتكلموشي هذا ليس انقاس من قيمة المكسيك مكسيك يقع لماذا ترتيب المكسيك جيد ولا ممتاز ترتيب المكسيك جيد الفيفا لانه هو مسيطر على منطقة الكونكاكاف عنده الى الولايات المتحدة وربما بعض الشي كوستاريك منطقة الكونكاكاف هو المسيطر عليها بحكم العديد من الكؤوس اللي حصل عليها والبطولات تعالى كونكاكاف طبيعة الحال يحسبوله النقاط النقاط هذيك راح تطلعوا في المراتب بتاع الفيفا بطبيعة الحال راح يكون من بين الـ 12 والـ 11 المنتخب اللي احسن فيها هو الـ 11 في العالم لكن الـ 11 هذا في العالم مكسيك احنا يا كمنتخب وطني لعبنا ضد كولومبيا هي اللي كانت العشرة كولومبيا صحيح انهم بعض اللاعبين ثلاثة ولا ربع اللاعبين اساسين ما كانوش في المقابلة كولومبيا لكن لا يعني ان احنا فرضنا ووجودنا ولعبنا مقابلة في القمة مقابلة بالنتيجة والاداء فزنا على كولومبيا يعني بالدرجة احنا بين قوسين قرينا هنبالو الان المكسيك انا بالشي اللي نشوف فيه والاحصائيات اللي نشوف فيها والنتاج اللي نشوف فيها والفيرق المنافسين اللي لعبوا ضد المكسيك ما هوش منتخب قوي كبير كبير بوعب بالعكس انا نشوف فيه الحساب الاحصائيات اللي نشوفها نحو بقوسين مقابلة هولندا ذو كنا نحكي علاش هولندا المنتخب هادي وكولومبيا انا نشوف فيه كولومبيا اقوى منه كولومبيا اقوى من المكسيك انا نشوفه هكا بحكم ماذا بحكم نتاج لتعوى المنافسين اللي لعبوا ضده بنفسين ضعاف هايتي اه البرميدس اه الجزيرة اللي محتلتها فيرانسا هذيك ما كيش حتى في ترتيب الفيفا فيرق ضعاف فيرق ضعاف ضعيفة جدا هايتي ترنادو ترنادو طوباغو نح فيرق ضعاف منتخبات ضعيفة مش هارية انصح القول لكن كولومبيا كولومبيا فهي منتخب قوي كولومبيا منتخب قوي فوزها على هولندا يعني يوك هذا قادرة تكون مقابلة ودية كون في منتخب ضعيف ويفوز لكن شيء يتميزوا بين مكسيك باش ما نقصوش ما قيمتو انه مكسيك عندهم السرعة سريعين خاصة في الهجومات المضادعة عندهم السرعة لكن ليس منتخب اللي بوع بوع انا نشوف في كولومبيا نعود ونقولها رأي شخصية هذا رأي رأي وربما نكون غالط انه كولومبيا اقوى من مكسيك بكثير ولكن فوزنا عليها بالنتيجة والادا صحيح نعندها غيبات لكن فوزنا عليها بالنتيجة والادا اذا ليس بالصورة هذه اللي صورها انه منتخب لا يهزم لا منتخب عادي تبقى مقابلة ودية نقدره نفوز عليه حتى بنتيجة ثقيلة لكن ما نقصوش ما نقيمته يبقى منتخب مقبول ومنتخب مسيطر في الكونكا كاف الكونكا كاف اللي فيها في رقنا وعما ضعف نتمنى التوفيق لمنتخب الوطني وان شاء الله مقابلة الغد نكون فيزيد بالنتيجة والادا ونقاطنا مع مجمي الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته